اليوم لسف شديد أوروبا مزال تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بنفس المنطق تقدم إغراءات لتولس بدأت هذه الإغراءات بسأمنحك قروض سأمنحك هبات بشرط أنك تبقي المهاجرين على أراضيك وتمنعهم من الوصول اليوم مروا إلى ورقة ثانية أنا مستعد نستقبل أكثر توانس يد عاملة عليش مقبلتهم وش مقبل؟ عليش توقت تفكرت أنك تقبل توانسي؟ اليوم مزلنا في مرحلة الإغراءات يعني أوروبا تحاول إغراء تونس بالكثير من المال علماً وعلى وعي أن تونس في حاجة إلى تمويلات خارجية للأسف الشديد أوروبا لم تتعامل مع ملف الهجرة كونه ملفاً إنسانياً كونياً بل إنها تتاجر بالأشخاص وهي أكبر متهم بالاتجار بالبشر من خلال ربما الإغراءات أنا سميتها الإغراءات المالية التي تريد تقديمها لتونس اليوم عندك سفاق استغرق بالمهاجرين البارح في معتمدية تي جبنيانة والعامرة في يوليس سفاق ثم حرب أهلية صارت ثم عملية اختطاف مهاجرين اختطفوا تونسي غديكة لبضعة ساعات وبعدين لأنه أذية تونسي تقريباً تعامل معهم فيما يخص الهجرة ويظهر لهرب لهم بفلوسهم فاختطفوه لمدة ساعات أهالي هذا الشخص استردوا الشخص المختطف وعادت الأموال إلى المهاجرين اليوم ثم أمن قومي مهدد في معتمدية العامرة وجبنيانة يعني هما زوز معتمدية المتحادين تبعيل الولايات سفاق للأسف الشديد الدولة لم تحسن كذلك التعامل مع هذا الملف قامت بنقل المهاجرين من وسط مدينة سفاق إلى غابات الزيتون في معتمدية جبنيانة العامرة ونعي جيداً أننا مقبلون على موسم جاني زيتون اليوم عندنا فلاحة في جبنيانة وفي العامرة مش قادرين على حراثة أو حرث يعني غابات الزيتين متاحهم اليوم فما أمن قومي مهدد في تلك المنطقة المنسية